نشط مفصلة الأخبار نسهلها بالعنوين اختراق سيبراني لوزارة الخزانة الأمريكية وصريقة معلومات يدفعني مجلس الأمن القومي إلى الانعقاد وأكثر من أربعين شركة إسرائيلية تتعرض لهجوم مماثل وزير الخارجية المغربية تحدث عن علاقات فريدة لبلاده بإسرائيل ولا يستبعد زيارتها قريبا أبناء الجولان السوري المحتل يشددون في ذكرى قانون الضم الإسرائيلي أعجزوا من أن يغير التاريخ والجغرافيا والانتماء الوطني لسوريا نواب فرنسيون يطالبون حكومتهم بوضع حد لنشاط الإمارات في اليمن بعد أنباء عن تحويل مقر شركة توتال إلى سجن سري للتعذيب جونسون وظون ديرلاين يتفقان على السمرار مفاوضات بريكزيت والدفاع البريطانية تتهيأ لنشر جنودها لحماية مناطق الصيد البحري أهلا بكم كشفت مصادر مطلعة في الولايات المتحدة لوكالة رويترز عن تعرض وزارة الخزانة ووكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات للقرصنة ولتسلل الكتروني عالي المستوى قالت إنه مدعوم من حكومة أجنبية المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قال إن واشنطن تتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بسرقة المعلومات فيما لفت أحد المصادر إلى أن الاختراق كان خطيرا لدرجة دفعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وفي السياق كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن حصول هجمات سايبرانية استادفت ما لا يقل عن 40 شركة تموين إسرائيلية غالبية الهجمات ركزت على الولوج إلى حواسيب الشركة وقرصنة قوائم زبائنها وبحسب الأعلام الإسرائيلي فأن الهجوم نجح أيضا في التغلغل إلى شركات تزود خدمات لوزارة الأمن الإسرائيلية ومن نيويورك ينضم إلينا مراسل الميادين نزار عبود نزار هل متفاصيل جديدة حول الهجوم السايبراني وهل أفصحت واشنطن عن خسائرها المعلوماتية والتي دفعت إلى انعقاد مجلس الأمن القومي تحية لك والسيد سيد المشاهدين والزمراء في الميادين لا شك أن هذا الهجوم خطير جدا هناك أصابع اتهام موجهة ونقلتها واشنطن بوست إلى وكالة روسية مرتبطة بالحكومة الروسية تدعى APT29 أو ما تسمى بالدب المريح أو الدب الدافئ هذه المجموعة قيل قبل خمسة أيام نشرت واشنطن بوست تقريرا تحدثت فيه لأنها نجحت في اختراق شركة أمنية تشرف على سلامة الإنترنت وهذه الشركة هي FireEye هذا المقال نشرت قبل خمسة أيام وقيل في ذلك الوقت أن هذه الوكالة الروسية كانت تبحث عن أو تحاول اختراق الوصول إلى الأسرار العلمية المتعلقة بإنتاج لقاح كورونا لكوفيد 19 طبعا في هذا التطور الجديد طبعا اجتماع مجلس الأمن القوم الذي حصل اليوم في البيت الأبيض والذي لا ندري نتائجه ولم تعلن أي نتائج عنه بعد هذا الاجتماع بيشكل طبعا دلالة على أن الوضع خطير جدا وأن ما وتوصل إليه من اختراق لمعلومات واقتحام أو غزو ملفات إنما يفق كثيرا توقعات وهناك اجتباه بأنه وصل إلى ملفات الـ FBI ودوائر أخرى على عالية الأهمية غير الوزارة المالية ووزارة الخزانة الأمريكية وغيرها من الوزارة الحساسة لا شك طبعا أنه اختراق كبير بدليل هذا الاجتماع المهم ولا شك وقيل وذكرت بصادر مجلس الأمن القوم الأمريكية أو ناطق الرسمي بإسمعها بأن الإجراءات تتخذ حاليا للحج من أي خسائر أو للمنع أي خسائر لكن ماذا حصلوا عليه لا زال ذلك سرا حتى الأهمية نعم نزار بحسب ما ذكرت وبحسب ما ذكرت الصحف الأمريكية هناك تأخر رسمي في الإعلان عن ما جرى هذا التساؤل وأيضا كيف فسرت واشنطن عدم قدرتها على توقع الهجوم وحتى صده الغريب طبعا أن واشنطن بوست قبل خمسة أيام نشرت هذا الموضوع ومحاولات الاقتحام تجري بشكل منتظم الدول كلها تتجسس على بعضها ليس سرا الولايات المتحدة تتجسس على العديد من الدول وتمارس القرصنة والغزو السيبراني بشكل منظم لكن الولايات المتحدة من أكثر الدول تقدما تكنولوجيا يخترض أنها تتمتع بأعلى درجات الوقاية أما أن تخترق روسيا أو غير روسيا أنظمتها وأنظمة الحاسوبات لديها فذلك يعد نقطة ضعف كبيرة جدا ومربكا في آخر أيام الإدارة الأمريكية طبعا الحالية حصل ذلك سابقا في عاصر أوباما كما ذكر الصحافة الأمريكية في البيت الأبيض ونفس الشركة الروسية أو الوكالة الروسية اقتحمت البيت الأبيض في السابق واستطاعت الوصول إلى الملفات لديها هذا الغزو السيبراني أعتقد أنه مستمر لكنه طبعا سيحرج كثيرا الإدارة الأمريكية سواء حالية أو المقبلة نعم هناك تزامن أيضا في الإعلان من قبل الاحتلال الإسرائيلي نزار عن هجمات سيبرانية حصلت على بعض الشركات 40 شركة تموين إسرائيلية استطاعوا الولوج إلى حواسيب وقرصنة قوائم أيضا هل كان هناك أي ربط بين هذين الهجومين المتزامنين في الولايات المتحدة بحسب التسريبات الصحفية محاولة من قبل إسرائيل للقول وتوجيه أصابع الاتهام إلى جهة ما لا أحد يستطيع التكاهم في هذا الخصوص لم تشر الصحافة الأمريكية حتى الآن إلى علاقة بين الحادثين لكن أشير إلى أن صحيفة الجاردين نشرت قبل يومين تقريرا عن سرقة أكثر أربعين أو حوالي أربعين جهاز اتصالات من طائرة بوتين الخاصة المتعلقة بالوقاية من الحرب النووية هذه الطائرة المزودة بأعلى تقنية الحربية الحساسة دخول اللصوص إليها وسرقت عشرات مجزة الاتصالات منها واعتبر ذلك انتباكا كبيرا للأمور الروسي اختلاقا غير سبوك في الحقيقة لنظير لها سابق أن تتحم طائرة بهذه الأممية طائرة تستخدم عندما تدعى روسيا حجوم النووي يستطيع الرئيس أن يطلعها وأن يحلق بعيدا عن يواجه ويواجه على الأرض ويواجه على طريق النووية أو يقود الحرب النووية بالتالي هذا الحدث يأتي بعد ذلك ربما هي صراعة جاسوسية بين الدول وهذا يحصل بشكل دائم من يجبه مفتوحا لا بد أن يدخله اللص نعم أشكرك نزار عبود مراسل ميادين من نيويورك تصر الرباط على القول أن ما قامت به مع تل أبيب ليس تطبيعا وإنما يعدت ما كان قائما في الأصل فهي على لسان وزير خارجيتها ناصر بوريطة تؤكد أن العلاقة بين الطرفين لم تتوقف أبدا فيما يتوقع الإسرائيليون انضمام دول جديدة إلى مسار التطبيع علي الأحمر العلاقات بين المغرب وأسرائيل كانت طبيعية أصلا الكلام هنا لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في حديث لصحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية بوريطة وعلى الرغم من أعلان بلاده التطبيع مع تل أبيب يرفض استخدام المصطلح ويشدد على أن الأمر مجرد استئناف للعلاقات بينهما كما كانت سابقا مؤكدا أن العلاقة لم تتوقف أبدا وزير الخارجية المغربي وصف علاقات بلاده بإسرائيل بالفريدة قائلا إنه لا يستبعد زيارتها قريبا وبينما يتسارع السقوط المتتالي في مسار التطبيع كشفت الإمارات النقاب عن توقيع وكالتي ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تخطط أبو ظبي للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار مع تل أبيب فيما من المرتقب أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى الإمارات هي الأولى له بعد تطبيع العلاقات وبالتوازي تصر وسائل الإعلام الإسرائيلية على تأكيد أن مسار التطبيع سيتسع مع انضمام دول عربية جديدة فيما يتركز الحريث على سلطنة عمان وقطر وكذلك على السعودية التي تقول وسائل علام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إنها قد تكون إحدى الدول التي ستخرج بعلاقتها مع إسرائيل إلى العلن قبل مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض ومن الدار البيضاء ينضم إلينا الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البرهمة أهلا وسهلا بكم سيد مصطفى يعني فريدة طبيعية لم تتوقف بهذه الكلمات يقول وزير الخارجية المغربي ويصف العلاقة بين المغرب وإسرائيل طيب إذا كانت العلاقات طبيعية ولم تتوقف فعلا لماذا الإعلان عنها الآن بالتزامن مع مركب التطبيع هو في الحقيقة العلاقات مع الدولة المغربية مع الكيان الصيوني كانت دائما مسترسلة مستمرة ولكن في السر فقليلا ما ظهرت مثلا في إبان زيارة شمعون بيريز للمغرب ولكنها كانت في السر اليوم يتم الإعلان عنها ويتم ترسيمها وبالتالي فهو تطبيع بكامل الأوصاف مع الكيان الصيوني وهذا التطبيع هو مرفوض من طرف الشعب المغربي ومن طرف قواه الوطنية والديمقراطية والشعبية والتقدمية والحية التي التأمت في الشبكة الديمقراطية المغربية لمساندة الشعوب والشعب الفلسطيني على الخصوص ودبجت بيانا في تحضره وتوقع 37 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية من ضمنها نجد ديمقراطية وفيدرالية الديمقراطية كقوة سياسية ومن ضمنها الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل من الحركة النقابية ومن ضمنها الجمعية المغربية الحقوق الثانية من الحركة الحقوقية وكل جمعيات تضامن مع الشعب الفلسطيني وقعت هذا البيان 37 إطار أقول لكم لأنه في المغرب اعتبرت القوى الديمقراطية منذ سنة 1968 منذ هزيمة 67 أن القضية الفلسطينية قضية بمتابة قضية وطنية وضعتها في مرتابة قضاة وطنية بقدسيتها وأهميتها وفي هذا الإطار كانت دائما تنادي بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية على كامل توراب الفلسطين وعاصمتها القدس ولكن اليوم في ظل غطرست الأمبرياريا الأمريكية بقيادة ترامب ودعمها المحدود للكيان الصهيوني ورغبتها في ما سمته بصفقة القرن هذه الصفقة لا تبرها صفقة خيانة وصفقة عار والغرض منها إقبار القضية الفلسطينية بشكل نهائي فإنها مرفوضة من الشعب المغربي الذي هب منذ صلاح الدين لنصرة فلسطين وحارق المغاربة وباب المغاربة في القدس يشهدوا على ذلك وجنود المغرب سقوا بدمائهم مدينة القنيطرة التي فيها مقبرة لهم في سوريا وصقوا بدمائهم أرض سيناء ومناضلين اليسارين الخرطوا في الحركة اليسارية الفلسطينية في المقاومة منذ سبعينات هو دائما مع القضية الفلسطينية نعم ودورهم حاليا ما الدور المنوط بهم هؤلاء في هذا الزمن زمن التطبيع كما يسمونه وما الذي سيختلف ما قبل بفترة سرية العلاقات والآن على نيتها هذه القوال تأمت واتفقت على شعار مركزي وهو العمل من أجل إسقاط هذا القرار التطبيع وبرد برمجت ودبجت برنامجا نضاليا في الجانب النضالي للهيئات وفيه الجانب النضالي في إطار الشعبي وفي الإطارات الشعبية بكيفية مناهضة هذا التطبيع في أشكاله حينما سواء منها السياحية أو منها الاقتصادية أو غيرها من الأشكال التطبيع وللمغاربة تجربة قوية فيما يخص مقاطعة البضائع إذا ما قررت مقاطعات بضائع أو ممارسة أو شيء من هذا القبيل فهي قادرة على ذلك واستمرارها ودعمها للقوى الفلسطينية المناضلة المستمرة في الدفاع وفي الكفاح من أجل تحرر الشعب الفلسطيني ومن أجل مواجهة كل ما قرره ترامب سواء باعتبار قدس عاصمة لفلسطين عاصمة للكيان الصهيوني أو غور أردن أو الجولان وغيرها أو اعتبار دولة قومية يهودية فإن هذه القرارات غير قابلة لاستمرار وغير قابلة الحياة في دل المناخ العربي والشعوب العربية ولا أقول أنظمة الرافضة للتطبيع والتي تعتبره خيانة أشكرك سيد مصطفى البرهما الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي كنت معنا من الدار البيضاء وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر بأنها قوية ولن تتزعزع وفي كلمة مسجلة أعلن فيها تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا قال أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة كانت متوقعة وأضف أن قانون الانتخابات سيكون جاهزا خلال عشرة أيام للشروع في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة في الجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه ولكن الجزائر ما تزعزعش رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين عبد المجيد مناصر أعرب عن استنكاره الشديد لخطوة التطبيع المغربية مع تل أبيب ورأى في بيان أن التطبيع المغربية خيانة للقضية الفلسطينية وللقدس كما جدد الدعوة إلى تفعيل قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وشدد على وجوب استمرار كل أشكال النضال البرلماني لنصرة فلسطين ودعم المقاومة القيادي في حركة حماس محمود الزهار قال أن أقدام المغربي على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعد طعنة للقضية الفلسطينية جاء ذلك خلال وقفة منددة بالتطبيع نظمتها كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة إن أقدام النظام المغربي على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني يعد طعنة جديدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وخيانة للشهداء خيانة للشهداء المغاربة الذين راود بمائهم الطاهرة أرض المدينة المقدسة إن التطبيع يعد مكافأة للاحتلال الصهيوني على جرائمه على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه المتكرر على الأمة الذي يستغل هذه الصفقات ليصاعد من تغوله وعدوانه المتواصل على القدس والأقصى واحتجاجا على التطبيع نفذت حملة نصرة الأقصى وقفة احتجاجية أمام مقر الأسكوا في بيروت المشاركون رفضوا تسمية من يتفقون مع العدو الإسرائيلي بالمطبعين ودعوا إلى تسميتهم بالخوانة واستنكروا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع فيما قوات الاحتلال تزيد من ممارساتها القمعية بحق الفلسطينيين دعوا وزير الخارجية الفرنسي جونيف لوديريان إلى أطلاق مبادرات لحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وقال أن التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خبر جيد وفي مقابلة مع صحيفة لو فيجارو أكد تمسك فرنسا بحل الدولتين كاشفا أنه سيلتقي قريبا نظراءه الألمانية والأردنية والمصرية للبحث في استئناف المباحثات شدد أبناء الجولان العربي السوري المحتل على أن الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا مؤكدين أن الانتماء الوطني للجولان لا يسقط لا بالتقادم ولا بطول سيني الاحتلال وفي بيان في ذكرى قانون الضم الإسرائيلي قال أبناء الجولان أن قانون الضم أضعف وأعجز من أن يغير أي شيء من حقائق التاريخ والجغرافيا والانتماء الوطني للجولان كما علنوا رفضهم كل مشاريع الضم ومصادرة الأراضي معاهدين التصدي لهذه المشاريع ومؤكدين الاستعداد للتضحية دفاعا عن الأرض والهوية السوريتين تسعى وزارة الاستيطان الإسرائيلية إلى الشرعانة سبعين بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتوفير ملايين الدولارات لها لتحسين بنيتها التحتية وتشجيع قامة المستوطنين فيها نسرين سلمي سبعون بؤرة استيطانية تسعى إسرائيل لشرعانتها في الضفة الغربية وهي المستوطنات الصغيرة المنتشرة على أراضي الفلسطينيين المشروع الذي طرحته وزارة الاستيطان الإسرائيلية يهدف إلى توفير ملايين الدولارات لتأهيل البنى التحتية لـ 45 بؤرة في المرحلة الأولى القرار أجل بسبب خلافاتنا بين وزير الجيش الإسرائيلي بني جانس ووزير الاستيطان تساحي هنيكبي وإن لم يلغى من الأجندة الاستيطانية دولة الاحتلال والمستوطنين الآن يستبقون الزمن في ظل الفترة الانتقالية في دارة ترامب إلى بايدن لكي يفرضوا وقائع جليد في موضوع الاستيطاني على أرض هذه البؤر خطيرة هذه البؤر تساهم في إنشاء الكتل الإسطاني الكبرى وتقسيم الضفرة الأربية إلى كمتونات وشطب إمكانية قيام دول الفلسطينية المخطط الإسرائيلي يهدف إلى تشجيع عشرات ألاف المستوطنين للسكن في الضفة الغربية مقابل ربطهم بالمدن الكبرى وتوفير تسهيلات لهم تشجع على الاستيطان ويعتبر المخطط جزءا من عملية الضم التي تهدف إلى مصادرة ما تبقى من أرض وموارد للفلسطينيين المشروع الاستيطاني مشروع استراتيجي فيك عندك الاحتلال السيطرة على الضفة الغربية كاملة وحصر الفلسطينيين في منظومة الفصل العنصر ومنظومة الكنتنات التي يتم الحديث عنها وتسعى إسرائيل إلى زيادة أعداد المستوطنين في الضفة ليصل إلى مليون مستوطن يصادرون ما تبقى من المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاق أوسلو وتضم أفضل الموارد المائية والطبيعية بالنسبة إلى الفلسطينيين ونصوص القانون الدولي فإن كل الاستيطان غير شرعي سواء ما كان كتلا استيطانية كبرى أو بؤرا صغيرة نصر سلمي من أمام مستوطنة بيت إيل شمال رامالله الميادين في ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس الثالث والثلاثين أكد رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أن الحركة قدمت كل ما يلزم لإنجاز المصالحة لكن الاستدارة السياسية للسلطة أعاقتها أن يشدد على التمسك بالمقاومة والعمل على استنهادها في الضفة الغربية أما المقاومة فحصادها كان حلوا ومثمرا فيه كرامة وفيه عزة وفيه ردع للاحتلال الصهيوني في ظل الاختلال الهائل في موازين القوى لذلك حركة حماس سوف تستمر في استراتيجية تطوير وبناء القوى في قطاع غزة وسوف أيضا تعمل مع كل أبناء شعبنا إلى استنهاد المقاومة وروح المقاومة في الضفة الغربية جرح أربعة متظاهرين نتيجة اعتداء بالسكاكين خلال اشتباكات بين تظاهرات مؤيدة للرئيس دونالد ترامب وأخرى مناهضة له أمام البيت الأبيض في واشنطن ألاف الأمريكيين المؤيدين لترامب كانوا تظاهروا في شوارع العاصمة واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات وقابلهم حجد من حركة حياة السود مهمة ما أدى إلى صدامات حاولت الشرطة احتواءها أربعون يوما مضت على الانتخابات الأمريكية والشارع لم يهدأ بعد في مدن أمريكية عديدة تكرر مشهد الاشتباكات نفسه بين مؤيدين لدونالد ترامب ومعارضين له لكن الأعنف كان في واشنطن مجموعات من محتجي جماعة براود بويز المؤيدة لترامب اشتبكوا مع مناهدين لهم من جماعة أنتيفا وحياة السود مهمة في وسط العاصمة الأمريكية وسائل أعلام محلية ذكرت أن أربعة متظاهرين جرحوا من جراء اعتداء بالسكاكين وشخصا تعرض لإطلاق نار واعتقل ثلاثة أنصار ترامب كرروا شعارهم أوقفوا السرقة وأحرقوا لافتة حياة السود مهمة الشرطة تحركت محاولة فصل المتشابكين باستخدام رزاز الفلفل نحن هنا لندعم رئيسنا لأن هذه الانتخابات قد سرقت فعلا بعدما تفشى الاحتيال في عدة ولايات وربما في كل البلاد الأمر يتعلق بنزاهة الانتخابات وعلينا أن ننظف هذه الفوضى الآن علينا أن ندعم هذا الرجل فإذا خسرنا هنا سنخسر كل الانتخابات يخرج هؤلاء المتظاهرون على وقع تغريدات حماسية لترامب تجدد رفض نتائج الانتخابات وتصوب في اتجاه القضاء وبعض حكام الولايات وخلاصتها بأن باب المعارك لا يزال مفتوحا كقوله لقد بدأ للتو القتال القضاء خيب أمال ترامب المحبط كما صرح هو نفسه بعدما قضت أكثر من خمسين من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز جو بايدن عليه وبالرغم من كل حوادث العنف التي ترافق التحركات من المنتظر أن ينظم مؤيدو ترامب المزيد من الإحرارات احتجاجات في عواصم جورجيا وبنسلفانيا ومشيغن وويسكنسون ونيفادا وأريزونا وهي الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها استبعد المستشار السابق لرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أن يقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب على ما وصفه بالمغامرة والترشح للانتخابات المقبلة عام 2024 وقال بولتون في حوار انبثته قناة سي أن أن إن المشاركة في الحياة السياسية تمليها مبادئ وليست إملاء من قبل الأفراد وبالتأكيد ليس من خلال عبادة الشخصية وأضاف يبدو أن ترامب يتخيل نفسه جروفر كليفلند التالي أي الرئيس الرابع والعشرين للولايات المتحدة لكن لا أعتقد أنه سينجح ختم بولتون مع ساعة هذا الصباح تبدأ مستشفيات ومراكز صحية أمريكية بتسلم لقاح فايزر بايونتيك المضاد لكورونا لتطعيم ملايين الأمريكيين وزير الصحة الأمريكي أعلن البدأ بتوزيع ملايين الجروعات من اللقاح في عموم الولايات مشيرا إلى أن اللقاح هو أول لقاح تعتمده إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فاصل ونواصل نشتنا من جديد أهلا بكم حث حزب العمال البريطاني حكومة بوريس جونسون على إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي معتبرا أن على الحكومة الوفاء بوعدها في التوصل إلى صفقة والمضي بالبلاد إلى الأمام موقف الحزب يأتي بعد أعلان جونسون ورئيسة المفاوضة الأوروبية أرسولا فون ديرلاين الاتفاق على تمديد مفاوضات بريكزيت حتى الخروج باتفاق لقد أجريت حوارا بناء ومكسمر مع رئيس الوزراء بوريس جونسون حيث بحثنا المسائل العالقة لقد عمل فريق المحادثات ليلة نهار خلال الأيام الماضية وبعد عام تقريبا من المفاوضات وبرغم تجاوز المهن المحددة نعتقد كيلانا أنه يجب الذهاب مسافة إضافية لقد فوضنا الأفريقاء مواصلة المحادثات لنرى إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حتى خلال هذه المرحلات المتأخرة المحادثات ستتوصل هنا في بريكسل إلى ذلك كشفت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستضع 14 ألف عسكريا ضمن قواتها للانتشار والمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد بريكسل وذلك لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أوروبا وبحسب وسائل إعلام بريطانية فقد تم وضع أربع سفن في حال الجاهزية إضافة إلى مروحيات للجيش لاستخدامها في مراقبة السواحل وكانت السلطات البريطانية قد دعت المخازن الكبرى إلى تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق صحيفة ساندي تايمز ذكرت أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا أخفق زعيم المعارضة الفنزولية خوان جويدو في تنظيم ما سماها استشارات شعبية بعد الانتخابات التشريعية التي فاز فيها التحالف الداعم للرئيس نيكولاس مادورو جدد الفنزوليون ثقتهم برئيسهم نيكولاس مادورو وأعادوا الحزب الاشتراكي إلى صدارة الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة انتخابات يحاول زعيم المعارضة المدعوم من واشنطن خوان جويدو الالتفاف عليها من خلال الدعوة لاستشارات وصفها بالشعبية بيدان زعيم المعارضة أخفق في إعادة تعبئة أنصاره بشكل حاشد كما حصل العام الماضي وبحسب المعارضة فإن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن داخل فينزولا صوتوا عبر تويتر فيما شارك ثلاثة ملايين آخرين في الاستشارات عبر الانترنت من خارج البلاد لكن من دون أن يتم التأكد من صحة هذه البيانات وكان يفترض أن تجرى هذه الاستشارات بشكل مباشر في قرابة ثلاثة آلاف مركز في البلاد إلا أن المراكز بدت خالية من المقترعين جويدو كان يحاول بذلك تسجيل انتصار قبل أقل من شهر من مغادرته منصبه في رئاسة الجمعية الوطنية بعد أن فقدت المعارضة معظم مقاعدها فيها أمام ذلك الواقع لم يعد لجويدو تأثير يذكر داخل الجمهورية البوليفرية ويبدو أن واشنطن التي جاهدت في محاصرة فينزويلا ومحاولة تجويع شعبها قد أخفقت مجددا مع فشل رجلها جويدو في استنهاض أنصاره ما يمكن أن يؤشر إلى انتهاء فعاليته في التحريض عن رئيس مادورو وحكومته وما قد يستدعي بالتالي البحث ربما عن بديل آخر يكمل السياسة الأمريكية حيال فينزويلا لكن الأمر قد يبقى مرهونا بالتوجه الذي ستعتمده إدارة جو بايدن التي ستحل في البيت الأبيض بعد خمسة أسابيع وما إذا كانت ستتلقف المبادرة التي أطلقها الرئيس مادورو الذي أبدى استعداده للانفتاح على الإدارة الأمريكية الجديدة والتحاور معها استدفت مروحيات تابعة للتحالف السعودي مديرية كتاف اليمنية شرق محافظة صعدة ومنطقة الشرف الحدودية بنجران السعودية كما استدفت مقاتلات التحالف مديرية مدغل الجدعان شمال غرب محافظة مأرب في موازات ذلك تستمر المواجهات بين القوات المسلحة اليمنية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى تساندها طائرات التحالف جنوب شرق مدغل الجدعان في الذكرى السنوية الثانية لاتفاق ستوك هون دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة الخاص باتفاق الحديدة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لإنهاء معاناة الشعب اليمني خمس سنوات من الحرب في اليمن أفضت إلى دمار ونزوح كبيرين وهناك مجاعة تروح في الأفق وقد تفاقم الوضع من جراء جائحة كورونا ما جعل ظروف الحياة أكثر صعودة لذا أكرر نداء الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف فوري لكل الحروب والصراعات الإمارات العربية المتحدة حولت مقر شركة توتال الفرنسية في بلحاف جنوب اليمن إلى سجن سري تمارس فيه التعذيب والإخفاء القصري كما كشفت منظمات إنسانية غير حكومية نواب فرنسيون طالبوا حكومتهم بوضع حد لنشاط الإمارات في اليمن موسى عصي تحويل مقر شركة توتال الفرنسية في مدينة بلحاف جنوب اليمن إلى سجن سري استهدمته قوات النخبة الإماراتية لتعذيب اليمنيين ليس بالأمر الجديد بل يعود تاريخه إلى منتصف العام 2017 منذ ذلك التاريخ تمارس القوات الإماراتية والميليشيات المنعومة منها التعذيب والإهانة ومنع العلاج عن السجناء المرضى واعتداءات جسدية وصولا إلى الارتصاب الجنسي بحق المعتقلين كما كشفت منظمات إنسانية غير حكومية يوم الجمعات الماضي وجه 51 نائبا فرنسيا رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان على خلفية تحويل مقر توتال إلى سجن سري طالبت فيها الحكومة بوضع حد لنشاط الإمارات وانتهاكاتها في اليمن في حين نشرت صحيفة لومود معلومات نقلا عن مسؤول كبير في التحالف السعودي الإماراتي أن هذا السجن السري كان لا يزال موجودا وتمارس فيه أعمال التعذيب خلال الأشهر الأولى من العام الحالي وأن مدير المستشفى الرئيسي في محافظة شبوى أكد أن مشفاه استقبل خلال الأشهر الأولى من العام 2020 سجناء سابقين بدت عليهم علامات التعذيب المنظمات الإنسانية كمنظمة العفو الدولية التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات كشفت في آخر تقاريرها أن عائلات المحتجزين قصرا في جنوب اليمن يتم تهديدهم من قبل القوات الإماراتية أو الميليشيات الممولة من أبوظبي في حال طالبوا بكشف مصير ذويهم في حين كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد كشفت في أحد تقاريرها أن الإمارات لا تراعي الشروط الصحية في عدد من السجون التي تسيطر عليها جنوب اليمن ولسيما سجن بئر أحمد السري في محافظة عدن حيث يتفشى وباء كورونا بين السجناء من دون أن يقدم المسؤولون عن هذا السجن أي خدمات صحية أو عزلهم عن السجناء الآخرين موسى عاصي جناف الميادين دخل رتل عسكري تركي بلدة البارة في جنوب الزاوية بريف إدلب الجنوبي في سوريا محملا بكتل اسمنتية وعربات مصفحة تحميل جنودا ليبلغ عدد الجنود الموجودين جنوب البلد وشرقها ثلاثمائة وخمسين في المقابل أخلى الجيش التركي موقعه في معمل الكوراني في الزربة بريف حلب الجنوبي ووفق مراسلنا فقد عمد الجنود إلى أحراق بعض ما تبقى من أثارهم وبذلك تكون هذه هي السابع نقطة تركية يتم إخلاؤها من الشمال السوري بعد إخلاء نقطة حي الراشدين بالكامل الجيش التركي يعزز وجوده في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وسجل في الساعات الأخيرة وصول أكثر من ثلاثمائة وخمسين جنديا مع آلياتهم إلى المنطقة جبل الزاوية يتمتع بهمية استراتيجية ولاسيمة بالنسبة للطريق السريع أنفور الذي يربط أكثر من مدينة سورية وتعد منطقة جبل الزاوية الواقعة بريف إدلب الجنوبي الجبهة الساخنة بين الأطراف العسكرية المتصارعة شمال غربي سوريا وفيما يعمد الجيش التركي إلى حجد قواته في جبل الزاوية قام بإخلاء نقاط في ريف حلب الجنوبي ولاسيمة من معمل كوراني وعمد الجنود الأتراك إلى إحراق بعض ما تبقى من آثارهم وعملت تركيا منذ بداية شهر 20 الأول أكتوبر الماضي على تعزيز وحجد جنودها في منطقة جبل الزاوية جنوبي أتستراد أمفور بعد سحب نقاط لها من ريفي حماس شمالي وإدلب الجنوبي الواقعتين تحت سيطرة القوات السورية توازيا يحجد الجيش السوري قواته في ريف حماس على تخموم الجبل حيث يسعى إلى الوصول إلى الطريق الدولي حلب اللاذقي المعروف بأمفور عبر بلدات جبل الزاوية ولا تخفي دمشق نيتها استعادة السيطرة على تلك المنطقة في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تثبيت احتلالها لها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقتل أربعة من جنودها خلال الشباكات في إقليم ناجورنو كاراباخ وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أعلنت أمس عن استيناف الجيش الأذربيجاني عملياته الهجومية جنوب الإقليم في موازات ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد الانتهاك الأول لوقف إطلاق النار في كاراباخ وأكد ناطق باسم قوات حفظ السلام الروسية أنها دعت الطرفين إلى احترام وقف إطلاق النار في أفغانستان قتل عشرات المسلحين من طالبان في اشتباكات مع القوات الحكومية التي تصدت لهجومهم في ولاية قندهار وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية وفي كابل قتل شخصان ووصيب آخرون بتفجير استادف سيارة نائب في البرلمان ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث للأسبوع الثالث على التوالي تظاهر عشرات الألاف في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون الأمن الشامل محذرين من أنه يقضي على الحريات التظاهرات التي دع إليها تجمع من النقابات والجمعيات والحركات السياسية اليسارية شهدت أعمال عنف وصدامات مع رجال الشرطة العاصمة الفرنسية باريس تشتعل مجددا رفضا لقانون الأمن الشامل يحتج هؤلاء على مضمونه ويرون فيه اعتداء على حرية التعبير وتضييق على العمل الصحفي في هذا القانون هناك مادة تثير الجدل أكثر من غيرها هي المادة الرابعة والعشرون وتنص على عكوبة بساج سنة وغرامة وقدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر الشرطة والدرك بدافع سوئنية لكنها ليست المادة الوحيدة التي أخرجت هؤلاء إلى الشارع فهناك مواد أخرى منها تقلق الصحفيين خلال تغطياتهم للتظاهرات الحركة الاحتجاجية انطلقت ضد مشروع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية وجرت التظاهرات وسط انتشار أمني مكثف ولسيما في باريس وسجلت مجددا أعمال عوف ندين هذه الحركات القمعية المنهجية ولسيما عنف الشرطة الممنهج ومشروع قانون الأمن الشامل يأتي لتعزيز قوة القمع من قبل الشرطة في باريس فرضت قوات الأمن طوقا حول المتظاهرين الذين قدر المنظمون عددهم بعشرة آلاف وأوقفت الشرطة أكثر من مائة منهم في ليون قامت تظاهرات مماثلة كذلك في مدد أخرى مثل مارسيليا وتولوز إنهم يريدون تنفيذ هذا القانون ونحن لا نريد ذلك هذا كل شيء إنه تهديد للحريات الديمقراطية ويعزز قوة الشرطة تلك القوة التي تظهر طبيعها العنصري نصفهم أو حتى أكثر يصوتون من أجل التجمع الوطني في ظل ودع كهذا تقول المنظمات الحقوقية إنها لا تفهم تصرفات الحكومة الفرنسية وهي تعتبر هذه التصرفات جنوحا أمنيا وإساءة إلى الحقوق قانون أصبح محل انتقاد دولي ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفضلية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومقارر حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة كما طرح الموضوع للبحث في البرلمان الأوروبي لتجد الحكومة الفرنسية نفسها في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية أعلنت الشرطة اليونانية أن سلطات البلاد تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس إلى مواطنين يعملان في جزيرة رودعوس وينقلان معلومات أمنية لصالح تركيا وبحسب المعلومات فأن أحد المشتبه بهما يعمل على متن عبارة تبحر من رودعوس إلى جزيرة يونانية تقع قبالة السواحل التركية وكانت في الفترة الأخيرة مصدرا لتصاعد التوتر بين تركيا واليونان بعد الحرائق التي أتت على مساحات حرجية واسعة يستعد الأستراليون لفيضانات في مناطق الساحل الشرقي فمع هطول أمطار بلغ ارتفاعه أربعمائة وخمسة وسبعين ملي مترا خلال الساعات الماضية حذر مكتب الأرصاد الجوية من طقس سيء في المنطقة الشرقية حيث تم إغلاق الشواطئ فيما عمد السكان إلى تحصين بيوتهم بأكياس من الرمل يعود تاريخ مدينة مأدب الواقعة جنوب العاصمة الأردنية إلى أكثر من ثلاثة ألاف سنة وتعد عاصمة الفسيفساء في الشرق لنا شاهين دخول التاريخ يكون أحيانا من بوابة الجغرافيا فواسط سهولا خصبة على طريق التجارة والسفر بنى المؤابيون في القرن التاسع قبل الميلاد مدينة مأدب معالمها الأثرية الترويع عراقة تاريخها والمؤرخون يقولون إن أرضها حبلة بالآثار لكنها لم تبح بكل أسرارها بعد موسيقى مادبا هي اسم للمدينة منذ تقريبا ثلاثة لأربع آلاف عام هي كلمة آرامية تعني مياه الفاكهة موسيقى مادبا حصتت على لقبين عالميين أول من مجلس الحرف العالمي مادبا كمدينة عالمية بالفسيفساء الحجرية وفي عام 2017 انضمينا لشبكة المدن المبدعة منظمة اليونسكو موسيقى يقال إن مادبا هي عاصمة الفسيفساء في الشرق ومن قبل الميلاد يحترف أبناؤها صناعة هذا الفن الجميل والمدينة تحتضن كنوزا أثرية تتربع على قمتها أهم وأقدم وأشهر لوحة فسيفسائية للأرض المقدسة في العالم موسيقى 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 قرطة فسيفساء في مادبا هون وهي تعتبر من أنظر قطع الفسيفساء المجدد في العالم تحتوي على أسماء مدن أسماء أشخاص كأنك بتجري كتاب بالزبط أهم مدينة مدينة القدس عندما تقتل بحر الميت عندنا نهر الأردن عندنا دلتا نيل في مصر عندنا أجزاء من سوريا ومن لبنان تعملت في القرن السادس الميلادي استقدم في عملها حوالي ثلاث ملينة قطع حجر اللي عملها الراهب سلمانيوس الموجود الآن ما بتعدى المليون سبب لهذه الأرضية موسيقى مأدبا مدينة دينية بامتياز وهي قبلة السياحي بمختلف معتقداتهم من كل حدب وصوب لانا شهين عمان آل وادين لموسم الزيتون في غزة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الكثير من مزارع القطع وهو فرصة أمام الشباب لاستغلال مخلفاته وتحويلها إلى حطب صديق للبيئة أحمد غانم هدير هذه الآلات يعلن انطلاق موسم طال امتظاره بالنسبة إلى كثر فبعد قطافه يصل الزيتون هنا إلى واحدة من أصل 22 معصرة في غزة لتعود إليها الحياة وتحمل البشرة لأصحابها فضلا عن آلاف العمال الذين تقطعت بهم سبل العيش فواجدوا ضلتهم في العمل هنا حتى نهاية الموسم الذي يمتد لعدة أشهر موسم الزيتون كونه موسم له مردود اقتصادي فالعديد من شرائح المجتمع الفلسطيني بيستنى موسم الزيتون من العام للعام لحتى يدر عليه بالمال اللي يقدر يعتاش منه موسم الزيتون بشغل الألاف من الأيد العاملة في قطاع غزة يعني ابتداء من المزرعة من عملية قطف الزيتون وانتهاء بمعصرة الزيتون في العاملين في قطاع معاصر الزيتون في قطاع غزة قديما كانت مخلفات الزيتون تنتهي في مكبات النفايات قبل أن يدفع شضف العيش هؤلاء المهندسين إلى ابتكار آلة لتحويل هذه المخلفات إلى حطب صديق للبيعة يتميز بتكلفته المنخفضة مقابل غيره من مصادر الطاقة البديلة نشتغل في المرحلة التجربية حوالي 300 طون السنة هاي هنشتغل حوالي أربع ضعاف في الكمية ونشغل أربع ضعاف العاملين اللي نشتغلون معنا السنة الماضية وأيضا قطاع غزة مساحة الزراعية مساحة قليلة وبالتالي هاي الجفتنا ما يتوفر عندنا حطب بديل هاي يقل قص الأشجار داخل القطاع ونحافظ على تراتنا وعلى مزارعنا وعلى زيتوننا وعلى أشجارنا المنتج الجديد قد يستخدم بديلا عن حطب الأشجار ويمكن توظيفه في أغراض التدفئة للمنازل والمزارع ويأمل القائمون على المشروع تطويره لمضاعفة الإنتاج بشكل كبير ويمثل استغلال مخلفات الزيتون أهمية كبيرة بالنسبة إلى الغزاويين قد تسهم في استيعاب المزيد من العمالة وتسعى لتطوير مصادر طاقة نظيفة تحافظ على البيئة أحمد أنم غزة الميادين تذكير بعناوين النشرة اختراق سيبراني لوزارة الخزانة الأمريكية وصريقة معلومات يدفعان مجلس الأمن القومي إلى الانعقاد وأكثر من أربعين شركة إسرائيلية تتعرض لهجوم مماثل وزير الخارجية المغربية تحدث عن علاقات فريدة لبلاده بإسرائيل ولا يستبعد زيارتها قريبا أبناء الجولان السورية المحتل يشددون في ذكرى قانون الضم الإسرائيلي أعجز من أن يغير التاريخ والجغرافيا والانتماء الوطني لسوريا نواب فرنسيون يطالبون حكومتهم بوضع حد لنشاط الإمارات في اليمن بعد أنباء عن تحويل مقر شركة توتال إلى سجن سري للتعذيب جونسون وفون ديرلاين يتفقان على استمرار مفاوضات بريكزيت والدفاع البريطانية تتهيأ لنشر جنودها لحماية مناطق الصيد البحري الميادين دوت نت موقعنا على الإنترنت مرجزون إخباري على رأس الساعة شكرا